السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة معنا حل مشكلة برنامج التيم فيور اسناء تشغيله بيعمل غلق او بيعمل اقاف لوحده بسبب التحديس الجديد وطبعا لازم احنا نكون محدسين البرنامج عشان برنامج يقبل معنا وما يظهرش رسالة يقول لك انت حدس البرنامج عشان التيم فيور يشتغل معي. فالحل بسيط جدا اللي هتتعملوه هتتابع الشرح وهتحل المشكلة دية بازن الله. بس اللي انا عايزه منك لو انت اول مرة خش القناة. ما تنساش تشترك في الثلاث قنوات او تتأكد من اشتركك فيهم واتفعل الجرس على كل دي اما حاجة. ليه تفعل الجرس على كل عشان اي فيديو بضيفه جديد في اي قناة من دول يجيلك اشعر بهم. رابط الموقع اهو هسيب لك اسفل الفيديو. لو جاهزك اتنين وتلاتين اختار اتنين وتلاتين ده هتنزل اخر اصدار طبعا من الموقع الرسمي. ولو اربعة ستين هتنزل اربعة ستين. انا منزل اتنين وتلاتين قبل كده. عشان جاهزي اتنين وتلاتين. هخش على مكان التنزيل بتاعي بالشكل ده كده. وهعمل تزبيت بس ممكن يفضل عشان ما اظهرش اخطاء اه تعمل نقل كده. قط. وتخش على مكان السي برتشن السي يعني تخش تنقل الملف التزبيت ده في برتشن السي. اهو. وتضغط يس. وبعد كده بتشغله كما سقول اهو. هيفتح معك الواجهة دي كده. تمام? هتسيب العلامة اول اختيار وبعد كده هتضغط على يعني عشان يظهر لك بقية الاعدادات. تمام? ونضغط. هنعلم على اختار في النص ده. علشان آآ نسبت برنامج اللي في بي ان. علشان لو هنشاير بوكسات. لو هنشاير بوكسات. لو عنا جوسة عادي تشايره. بعد لازم تباع للاختيار ده. تمام? عشان الاي بي. بعد كده نضغط طبعا لحد دلوقتي حل المشكلة مش اختيار اللي احنا اخترنا ده. فاخر اختيار هو ده حل المشكلة. بعد ما تفتح الواجهة اللي بعد دي كده. دي اهم حاجة لحل المشكلة. اهو. هنستنى ما يخلص معايا. عشان ناس ما طلق بطش. لازم تابع الشرح ده. اخر مرحلة ديت هي دي اهم حاجة. هاختار دي ولا دي ولا دي. لو اختارت الاولة هيحصلك نفس المشكلة. الاختيار لحل المشكلة ديت هو الاختيار اللي في النص. الاختيار اللي في النص. اختيار اللي في النص ده مش هيكلل البرنامج يعمل غلق تاني. تمام? بعد كده بضغط. هنستنى لما البرنامج يفتح معنا. اهو يفتح معنا كده. ده نرجع تاني. هيفتح معك بالشكل ده. هندغط على اختيار هنا. وندغط على الاعدادات. وننزل تحت خالص وندغط هنا. ونختار اللغة المناسبة انت عايزها. وهنا نضغط اوكي. تمام? هنرجع تاني نكنسل برنامج ونفتحه من اول جديد هيقلب باللغة العربية. تمام? بعد كده هنخش هنا على الادوات التاني. ونشوف اي اختيار في تحديسات نقفله. يعني عشان انا حبينا نحدسه نحدسه من الموقع الرسمي بتاعه بس. يعني اي تحديس هنخش نشوف التحديس بتاعنا نقفله. نشوف التحديسات زي ما انت شايفين كده اهو. التحديسات هنعمل لا توجه تحديسات اثنماتيكية. آآ تحديس ابدا شهري. مش كل اسبوع يتحدث. ابدأ دي عن انت تعمله بايه دك انت? تمام? في اي رسالة تاني نتأكد فيه تعديسات تانية. تمام? زي ما انت شايفين كده? خدوا بالكو كده فيه هنا اختيار لازم نسبته. احنا كده لا اسناء التثبيت لو مش لو احنا كان الناس اللي نسي تسبت البرنامج. خدوا بالكو كده ازالة التثبيت الفي بان. احنا سبتناه فخدوا بالكو مكتوب دولة ازالة. يعني انت مش محتاج بقى تثبيته من هو خلاصة تثبيت. هي دي الفكرة في تشيير لازم تعمل تفعل وعن طريق برامج الشير بقى فلاكس هاب او برامج مجانية. يبقى انت تستخدمها بعد كده. عن طريق استخدام الاي بيو وكده. تمام? يبقى احنا كده فعلنا البرنامج وقفلنا التحدثات عشان ما نظهرش اخطاء ونضغط اوكي. تمام? حتى لو عملنا كده بحس عن التحدثات اخدوا بالكو. نسختك اخر اصدار وكده محدثة. تمام? كده في الوضع ده كده مفروض ما زالكش غلق للبرنامج. يعني اثناء لما تيجي تخش عن طريق تشعر حاجة لحد او تحيد انه مشكلة او هو يخش لك. عن طريق البرنامج مش يفصل معك. تمام? فالحل مجاني. لما انتم شايفين كده بس اللي انا عايزه منك لو انت اول مرة تخش القناة. تشترك في القناة وتفعل الجرس وبعمل نشير لاصحابك. ولو عجبك الشرح بتعمل. تنساش تعمل لايك جميل بتاعك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.